نسا الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج واليوم رح أرد على الأسئلة وأيضا رح نحكي عن بعض الأبراج المطلوبة بداية في عنا لولو أكيد هي هذا الاسم المختصر يعني عادي برجك السرطان وبرج الثاني هو العقرب والتوافق بينهم نعتبر هذه العلاقة ناجحة برج السرطان بيوفر الأمور اللي بيحتاجها برج العقرب المرأة السرطان هي من أكثر الأبراج حبا للعائلة وحنان وعاطفة واهتمام كمان بنعتبرها من الأبراج اللي بتحب العائلة بشكل مطلق يعني بتبديهم على أي شيء على عملها على شغلها على رفاهيتها هذا الشيء اللي بتوفره بينهي صفة الغيرة عند برج العقرب والعناد عند برج العقرب لذلك نعتبرها من العلاقات الناجحة جدا كمان بالنسبة للتوافق في عنا ما عرف تقرأ الاسم بس يمكن هو هداية الجوزاء والجديه هاي العلاقة بدها ملاحقة دائمة يعني رح تكون علاقة ناجحة ولكن بدنا نخلص من الروتين على المدى البعيد هذه الرتابة الموجودة بالحياة على المدى البعيد ممكن تآذيها وتخليها تقلب لسلبيات فعلى برج الجوزاء أيضا يتخلص من التردد ومن الانقلاب السريع على الأمور يعني يختار شيء ويقلب عنه يقرر شيء ويغير رأيه هذا ما بيتماشى مع الجديه كمان الجديه إنسان عملي ومن النوع اللي بينسى الأمور اللي هي الجوزاء يعتبرها مهمة جدا مثلا التواريخ المهمة بحياة الجوزاء كعيد ميلاد وعيد زواجه وحتى عيد الأصدقاء المشتركين والأقارب هذا كله مش في بالد جديه فبدأ برج الجوزاء إنه تذكر بهذا الشيء قبل أكم من يوم تتنوه عنه لأنه هو إنسان عملي يهتم بعمله كثير مخه مشغول دائما لأنه بيحب يعيش رفاهية الحياة فما أخذ عليه إنه نسي أو نخلي له آخر لحظة ونجيب الهدية ونقول آه أنت نسيت إذن أنا أزعل منك هاي المسائل البسيطة بمكن تخلي على المدى البعيد هالعلاقة ناجحة بإذن الله في عنا نادية وكمان زهرة اللوتس طالبين أكثر من برج الصاعد الطالع لأبراجكم مش عاطيني ساعة الميلاد خلينا نتفع إنه البرج الصاعد يعتمد على ساعة الميلاد ومش بالضرورة بالضبط ساعة الميلاد هي الرقم الزوجي للساعة يعني تحكوا لي ما بين الثنتين والأربعة صباحا ما بين الثنتين والأربعة مساءا بدنا نحدد الصبح ولا المساء ولا بعد منتصف الليل الفجر ناخذ أي ساعتين زوجيات من الثنتين لأربعة من الاثناش للثنتين وهكذا فأعطوني تاريخ ساعة الميلاد وتاريخ الميلاد عشان أقدر أعطيكم البرج الصاعد حيدر بده برج الثور وهيفاء بدها الجوزاء والطالع قوس أكيد الطالع القوس رح يخدم الجوزاء كثير هذا البرج الهوائي اللي عنده التردد وعنده التراجع عن القرارات باللحظة الأخيرة عنده العجلة اللي هي ما بتعطيه صبر أنه يكمل أمر كل هاي بيحاول يناصفها معه برج القوس لأنه إنسان نظامي إنسان بيعرف كيف يخطط من الألف إلى الياء هذا الشيء مش موجود عند الجوزاء إذن القوس عم يخدم مصالحك بالمواصفات وأيضا صح هذا الشهر الجوزاء أحسن من القوس بكثير على مستوى معطيات اللي عم تظهر لبرجكم بشهر سبعة ولكن القوس أيضا ممكن يخدم مصالحك بالأشهر اللي هو يكون فيه أموره ممتازة ويكون عندك تراجع بالجوزاء في عنا الميزان بالنسبة للدراسة هو الموضوع الميزان مش الدراسة الموضوع كثرة المواضيع اللي هي على برج الميزان يعني لو تتوقف فقط على الدراسة الميزان يوصل بدك ما تتشتت يعني عندك أكثر من موضوع براسك ممكن مشاكل عائلية ممكن مشاكل شخصية ممكن جنب الدراسة في الشغل هاي التجمع بالأمور هو اللي عم بربك برج الميزان يعني مثلا في من برج الميزان عندهم مشاكل هاليوم أو من مبارح بالليل بلشت تظهر مع الدراسة لو إنك تنهي كل هاي المواضيع بهاي فترة الامتحانات وتركز فقط بالامتحانات وما تتشتت بشيء ثاني وتأجل كل المواضيع لفيما بعد رح تكون الدراسة ممتازة أما تجمع كل هاي الأمور بتربك برج الميزان ما رح يستحمل إنه يمشي فيها كلها مع بعض تلكية والأبراج وإنا بلال وإيضا زينب أتنين هم عم بيسألوا ليش فيه تراجع عند الدلو بداية خليني أجاوب لزينب إنه صح إحنا حكينا من الشهر الماضي فيه تراجع لزحل بالدلو لكن هلأ فيه أمور ثانية ظهرت مع هذا التراجع هو اللي عم بيآذي برج الدلو مثلاً إنه عطارد بالسرطان لغاية عشرين الشهر بعدها رح يروح عند الأسد والأسد والسرطان وجود العطارد عندهم ما بيخدم مصالح الدلو في عنا المريخ بالثور وأيضاً ما بيخدم مصالح الدلو الزهرة بالجوزاء لغاية 17 الشهر وبعدها تروح عند السرطان هاي كمان ما بتخدم مصالح الدلو بنلاقي الزهرة بالجوزاء ل 17 الشهر ما بتخدم مصالح الجدي ولكن لما ينتقل عند السرطان بتتحسن ظروف الجدي ولكن عند الدلو لأ بيصير فيه تراجع إذن هاي الأمور هي اللي عم بتخلي أمور الدلو تتراجع بالنسبة لبلال كذا سنة إنه ما عنده أي انفراجات بلال بدك تنتبه لشغلتين أولاً تشوف البرج الصعد لإلك ثانياً إذا كنت دلو بشكل مطلق العشرية الثانية والطالع دلو بدك تنتبه للتفاصيل لأنه الأمور عم بتعدي من قدامك مرور الكرام أنت اللي ما عم تمسكها بإيدك بشكل صح الأبواب عم تفتح أنت اللي عم تغلقها بإسلوبك بدك تنتبه شو الإشي اللي عم بيخلي أمورك تتراجع فرضاً رحت على الشغل عم بتقدم على الشغل أسلوبك وطرحك لنفسك وتعبيرك عن نفسك إذا كان هو السبب بعدم قبولك بالعمل بدك تنتبه لهذه التفاصيل أنا عطيت مثال بدك تطبقه على كل مستويات الحياة الدلو أموره عم تنفرج من فترة إلى فترة الشهر الماضي كان ممتاز والشهر الجاي لبرج الدلو عشان كثير عم بيسألوا عن برج الدلو الشهر الجاي هو حصاد لكل ما عملته من بداية السنة خاصة للي رح يستحملوا معطيات هذا الشهر يعني هذا الشهر تراجع بدك تطلع بدون أي مشاكل بدون أي خسائر بدون مشاكل قانونية بدون مواجهات عقيمة ما تاخذ معك أي سلبية عشان تاخذ الحصاد للشهر القادم مطلوب كمان عندنا برج الثور لشهر سبعة ورح نحكي بالتفصيل الفترة الأولى فترة جيدة خاصة بالعلاقات الاجتماعية وتعمل على تعزيز العلاقات المصالحة مع بعض الأطراف تعزيز هذه العلاقات رح تفيدك بالأمور المهنية يعني مع أصدقاء العمل مع الشركاء مع المسؤولين عنك بالعمل رح تعمل بأكثر من اتجاهه رح يكون عندك أرباح إضافية ولكن بنفس الوقت برج الثور بدك تنتبه للميزانية المالية أنت والأسد يعني مصروفاتكم فوق الطاقة فوق ما هو موجود عندكم يعني عم تصرفوا أكثر مما يجيكم فهاي المسألة هي اللي عم بتخلي الأمور تتعقد الثور والأسد الأمور المالية لما تكون متراجعة بتأثر عليهم على كل مستويات الحياة فمن أول الشهر حط ميزانية مالية واللي هو غير ضروري ما تشتري وممكن تروح على خاصة برج الثور مع أول محل تشتري الغرض اللي بدك ياه بدك تسأل وتفاصل وتشوف أكثر من مكان هاي العجلة اللي أنت فيها هي اللي عم بتخسرك التشتت أيضا التقصير بالعمل والتشتت بدك تبعد عنه تتوضح الأمور فتعمل على تصحيح وتصويب الأمور والأخطاء لحتى تحصل على أرباح إضافية العاطفة الفترة الأولى هي الأفضل للقرارات العاطفية شكرا لمتابعتكم وإن شاء الله بكرة لنا لقاء يشعر صباحكم صح الصح صح 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 آه صح 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 ما روتنا آه اشتركوا في القناة